السلام عليكم هلا فيكم فيديو جديد اليوم سأعرضكم البيتا الثاني لأيوس 14.3 مثل ما نشاهد هذا حجم البيتا على الايفون 12 برو ماكس لو نروح لكم البيتا الأول مثل ما نشاهد 18C 5044F الآن لو نخش العجادات نروح عام نروح حول نشوفه فالآن 18C 5054C فالكل يعرف ان الرقم النهائي اذا قربنا الايفون فيعتبر النسخة هذه قربة تنزل حق الكل اذا راح الحرف النهائي فعشرف ان هذه النسخة النهائية راح تنزل حق الكل لو نشوف المودن فرموير المودن فرموير كان عندنا في البيتا الأول مثل ما نشوف 1-31-02 الآن لو نروح نشوف المودن فرموير 1-31-03-04 فيعتبر تغيير لشخص يستخدم الوايرلوس او الشبكة عندك فابل حدث الحرف النهائي فرموير لحق الايفون 12 وبروتو وبرو ماكس اليفونات 12 ايضا 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 اذا كانت مشاكل فنزل اول مودن فرموير لهم يتغير تعدل المشاكل المهم ان من البيتا الأول البيتا الثاني تغير عند المودن فرموير لو نشوف الميزات عطيكم من البداية ما فيه ولا ميزة اول شيء الرو نزلوها في البيتا الأول هذه من هنا التصوير طبعا تشغل عددات الكاميرا في العددات وتشغل الرو لحق لايفونات 12 وبروتو وبرو ماكس بيس هذه لحق الاشخاص برو اللي يأخذون لايفونات البرو السنة هذه عندهم ميزة الرو لا يحتاج اشرحها لكم كثير لان اشخاص اللي يأخذون الجهاز لحق التصوير وهم بروفيشينار في التصوير المهم انه في السفتير الغديم اذا شغلت وصورت ودخلت على الصورة احيانا ما يطلع لك خيار الرو هنا فيعتبر صورت رو لكن الحقيقة هي ليس رو فكانت مشاكل انها بيتا فالانها نزلتها قبل هنا في البيتا الثانية عدلتها الان اذا كان عندك رو وتقدر تعدل عليها من الصورة هنا اكثر وما تفقد الديتيالز اكثر اشخاص المصورين يعرفون ان تأخذها في الفوتوشوب وتعدل عليها تكون افضل هنا عندك ما تفقد الديتيالز برضو في البيتا الاول دخلنا العددات ونحق الخصوصية ونحق اخر شي تحت تحليل هنا والتحسين سنشوف هنا فتنس بلس تتكلمة قبل ستنزلها نهاية السنة الان في البيتا الثاني شلتها قبل فمدريش سالفها القبل ستنزلها ستشيلها البيتا الثالث ستنزل ولا لا لكن توقع في الايوس هذا اذا نزل حق الكل لازم تنزل فتنس بلس يمكن البيتا الثالث سترجع قبل ان شاء الله فهذا الخيار اللي انحدى في حين كان موجود عندنا طريبا هذي كل شي بس بعض الاشخاص برضو عندهم مشاكل في المنزل في البيتا الاول ابل احين عدلتها وبرضو اذا كان عندك في الشورتكات سويت لك برنامج اختصار حق برنامج شكل المنزل لشنه تضغط عليه يفتح لك الشورتكات ويفتح لك الشكل اللي اشخاص يسوي انثيمات الان في البيتا الثاني ما يحتاج لو ضغطتها على البرنامج يفتح لك الشورتكات لا تفتح لك البرنامج نفسه ويطلع لك اشعار خفيف من فوق ويقول لك انك ترى يفتح لك الشورتكات فاختصار احسن او حركة احلى يعني انك تفتح الشورتكات ويفتح لك البرنامج فتغريبا هذي كل الاشياء التحسينات والتعديلات اللي يفتحها طبعا لايوس هذا البيتا الثاني البيتا الثاني نزل على الايفونات كلها البيتا الثاني نزل على ايبادات جهزة كلها ما اعتبر نرى الانتوتو احين لو نفتح الانتوتو مثل ما نرى هذا البيتا الثاني 65-35-86 وهذا الانتوتو للبيتا الاول 65-23 فهذا الاختلاف مثل ما نرى هذا البيتا الاول وهذا البيتا الثاني عندكم هناك اختلاف خفيف هذا الصعود اعلى لكن لا تحسن بفرق كبير لو نرى ال Geekbench هذا البيتا الاول البيتا الاول كان لدينا single core 15-91 ونحن 15-95 في صعود 4 core ما اعتبر ذلك الدرجة لا تحسن فرق في المالتي كورز كان 43-27 حين 42-81 في نزول لكن لا تحسن بشيء اقدر اصوير اختبار ال Geekbench يمكن يصعد يمكن ينزل حسب الجهاز حسب الحرارة وكل شيء هنا لو نخش الحركة الانتوتو الانتوتو البيتا الثاني هناك صعود فأتوقع ان في الالعاب سيكون هناك تحسين مع ان الانتوتو اعطاني صعود ويعتبر هناك تحسين لكن مدري لا تحسن بفرق لان اخذ جميع القوة في برو مانكس وهو عالي وكل شيء مرتاح لكن تغيبا متى رح ينزل النسخة هذه اكثر الاشخاص سيقولون متى رح تنزل ما توقع سبع الجاي يمكن بداية ديسمبر او النص الاول في ديسمبر فننتظر مصر الاول في ديسمبر توقع ان رح تنزل هذه النسخة ففي نهاية الفيديو لا تنسونا اشتراك في الغناة اشتركوا حسابي اشتركوا في ضبطكم لا تنسونا من فضل دعاكم والسلام عليكم